لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبده ولا أنا ثقيل الفم واللسان يبقى حكاية ثقيل الفم واللسان هل موسى فعلا كان ثقيل الفم واللسان؟ قل ده غياني؟ يعني كلماته مش مفهومة؟ طب إيه رأيكم؟ لو طلعتوا معي دهاتي سفر الأعمال الصحاح 7 عدد 2 أشياء مش كتبوا على الشاشة أعمال 7 عدد 22 هتلاقي استفانوس بيشهد يقول فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال مقتدرا في الأقوال يعني بيتكلم بفصاحة دقائد إزاي تقول عن نفسك أن أنت ثقيل الفم واللسان؟ هو عايز يقول أنا مش لبق أنا مش المحامل اللي يقدر يقف قدام فرعون وياخد براءة في القضية أنا ما عنديش الفلسفة والحكمة اللي تخليني أنجح في هذه المهمة بالرغم أن استفانوس شاهد عنه أنه مقتدر في الأقوال الأعمال لكن هو حكم على نفسه أن أنا ثقيل الفم واللسان طبعا دي ليها معنى بوضو مسياني أنتوا كلكم لما تقروا العهد القديم تقول لك ده صعب والعهد الجديد تقول لي أسهل ليه بقى؟ عشان العهد القديم ثقيل الفم واللسان والعهد الجديد بيشرح العهد القديم عشان كده لما موسى قال أنا ثقيل الفم واللسان كان بيعلن حقيقة أن هنقعد مش فاهمين لغات ما ييجي المسيح تخيل أنا بتكلم معاك كلام دلوقتي لغة رتمات كده أنت مش فاهم حاجة لكن رحت مسجله وعادت تسمعه تاني مش فاهم فتيجي بقى الواحد تقول له فهمني الرجل ده بيقول ليه فيبتدي يشرح لك تقول آه فهمت ده اللي حصل بالضبط الله أرسل لنا أباء ونموس وأنبياء كل العهد القديم لأ البشرية سمعت ووصل لها الكلمة عشان كده كلهم وثانيين اسمهم الأمم ولا الشعب اللي وصلت له الكلمة وسمعها فهمها وعمل بها عشان كده صلبوا المسيح الوحيد بقى اللي فسر لنا الدنيا هو المسيح عشان كده كان الغموض بتاع العهد القديم لازم يشرح على ضوء المسيح يقول ربنا يسوع لما قابل تلمزة تلمزة عمواس ورجع ظاهر للتلميذ العلية يوم قيامته قال حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب مع أنهم طول عمرهم بيقروا في النموس ده الناس يهود ومتدينين ومستنين المسيح لكن أمور كثيرة كانت غامضة شاول الترسوسي نفسه فاهم كل حاجة طالع مش فاهم حاجة ده باللي فاهمه قتى الاستفانوس ايه اللي فاهمه هنا بقى فاهم ايه انت ازاي تقتل استفانوس يقول ما الكتاب المقدس بيقول كده يقول تقتل استفانوس لما شاف نور المسيح ابتدى بقى هو ايه يفهم الصح عشان كده التعبير بتاع سقيل الفم واللسان معناها مش هنفهم جل ما ييجي المسيح